اتفق تحالف أوبيك بلس على تمديد اتفاقي تخفيض الانتاج الحالي حتى نهاية 2025 فيما تم تحديد مساوى انتاجها عند 39.700.000 برميل يومياً من الأول من يناير 2025 وحتى نهاية العام من جهة أخرى أشار بيان التحالف عن موافقة أوبيك على زيادة سقف الانتاج لدولة الإمارات ب300.000 برميل يومياً اعتباراً من مطلع العام المقبل وفي السياق أشار البيان إلى تمديد فترة التقييم لظروف السوق من قبل المصادر الثلاثة المستقلة حتى نهاية العام لاستخدامها كدليل استرشادي لمستويات الانتاج المرجعية لعام 2026 والتأكيد على تفويد اللجنة الوزرية المشتركة بمتابعة ومراجعة ظروف سوق النفط ومستويات الانتاج ذلك بالتعاون مع اللجنة الفنية المشتركة اللجنة الوزرية ستجتمع مرة كل شهرين بحسب هذا الموضوع نتحدث عن هذا الملف وتداعياته ينضم إلينا من بروكسل أندري كوفاتاريو خبير الطاقة والمؤسس المشارك لإسيرة أهلا بك أندري نتحدث عن هذا القرار الذي جاء متوافقاً مع التوقعات بالإبقاء على الخفض الطوعي أنا صراحة انفجأني أنه مددوا لآخر عشرين خمسة وعشرين كانت التوقعات تقول حتى نهاية هذه السنة ماذا يعني تمديد الخفض الطوعي للإنتاج حتى نهاية عشرين خمسة وعشرين شكراً لك مايا أهلا بك نعم كنا نتوقع أن الخفض لن يختلف عن التوقعات وكنا نتوقع تمديده كما ذكرتي ولكن التفاصيل هي دائماً ما تتغير عن التوقعات بالنسبة للتمديد حتى نهاية 2025 في رأيي هي إشارة رائعة للأسواق إشارة قوية للمتداولين في الفترة القادمة لتثبت لهم أن الخفض قائم وأنه مستمر وأن هذا التصريح وهذا التوقيت بالفعل سوف يدعم الأسعار إذن توقعي أن ترتفع الأسعار أندري نتحدث عن الاجتماع الذي كان في الرتس قبل ذلك هذه الصورة التي كنت أتحدث مع دايفي قبل قليل نقلتها بلومبرغ للوزراء الذين كانوا مجتمعون في الرتس في الرياض ونرى بشكل واضح الوزير الطاقة السعودي والإماراتي والابتسامة واضحة بعد هذا الموضوع تم رفع حصة دولة الإمارات في هذا الاجتماع ابتداء من بداية العام المقبل 20-25 ما هي قراءتك لهذا الموضوع؟ يعني هي تطلب منذ فترة نحن نتحدث عن هذا الموضوع منذ فترة هذا الاتفاق اليوم أيضا بالتعاون مع نوباك ماذا يعني؟ نعم هناك بضعة أمور يمكننا أن نستشفها من ذلك ولكن هناك أمور أخرى لا نفهمها حسن دولة الإمارات العضو الذي ظهر أكثر من غيره اليوم بثلاثة مليون برميل إضافة كحصة إضافية على إنتاجهم ولذلك ترين الابتسامة الكبيرة وأيضا الوزراء يلتقون في الرياض حضوريا ويناقشون في جلسات طويلة هذا يخبرنا بأمور أخرى عن التحالف والتماشي بين أعضاء أوبيك ولها علاقة بالباور دايناميكس التحالفات القوية بين أعضاء أوبيك بلاس إذن هذا هو سبب الابتسامات التي رأيتها اليوم نتحدث عن دول تنتج أكثر من حصتها وهي العراق وكزاخستان اليوم ودول لم تصل نسبة الإنتاج إلى حصتها مثل المكسيك أذربيجان ونيجيريا في هذه المرحلة هل يمكن أن نرى تغير في الحصص لهذه الدول في المرحلة المقبلة برأيك؟ هناك حوار ومناقشة مهمة الآن بين أوبيك وأوبيك بلاس بخلف الأبواب المغلقة في رأيي بعضهم غير مرتاحين كثيرا لأن بعض الأعضاء لا يحترمون حصة الإنتاج ويلتزمون بها وهناك سبب الآن إضافي لحتى لا يلتزموا بها الربع النهائي مثلا من هذا العام إن حدث عجز في المعروض إن ارتفعت الأسعار ربما نرى بعض الغش في الحصص ولكن مراقبة الأحجام أحجام الإنتاج كما تم مناقشته اليوم ستعتمد على التقييمات المستمرة لذلك ربما مثلا تجدين في النصف الثاني من العام تصريحات جديدة إعلانات جديدة أو اجتماعات جديدة لنرى من خلالها مثلا محاولة في مواءمة الحصص أكثر هناك مفاوضات جارية كما تعرفين طبعا بشأن حصص الإنتاج وكيف يلتزم به العضاء أندري في بداية حديثنا ذكرت بأنك تتوقع أن نرى ارتفاع في الأسعار غدا بعد هذا الاجتماع إلى متى برأيك يمكن أن يستمر هذا الارتفاع واليوم برينت كان مسكن عند 81 دولار تقريبا وخاموس تاكسس أقل من هذا المستوى أين ترى مستوى الأسعار من هنا وحتى نهاية العام وبرأيكم من تحليلكم ما هو السعر العادل بعد هذه الأخبار سؤال مهم جدا مايا لا أعتقد أن هناك أي أحد سيعطيك الإجابة الصحيحة علي على الأرجح بعد تمديد الخفض سوف نرى الأسعار تتراوح بين 85 و90 دولار للبرميل هو هذا السيناريو الأساسي أو البيزلاين سيناريو ولكن هناك الكثير من الأمور ستعتمد ستعتمد على ماذا على الاقتصاد العالمي على صياق وحيثيات الأمور الولايات المتحدة هل ستخفض الفائدة أم لا ومتى الطلب هل سيكون حسب التوقعات أو سيكون هناك عاجز مثلا في المعروض أو لا إذن الكثير من الأمور هي التي تحدد بالإضافة إلى العوامل الجيوسياسية طبعا إذن دعيني أخبرك البيزلاين سيناريو السيناريو الأساسي يقول أن الأسعار تتراوح بين 85 و 90 دولار أو ربما أعلى من 90 بقليل مع نهاية العام ولكن أكيد هناك عديد من العوامل تؤثر على الأسعار شو بتتوقع باجتماع الأول من ديسمبر صعب صعب أن أجيبك الخفض الذي تم ممديده من 2025 إلى حد كبير هو قرار جريء لا نعرف كيف سيكون شكل العالم في 2025 بعد الانتخابات مثلا وبعد القرارات الاقتصادية والضبابية ولذلك هي خطوة في رأي جريئة وما زلت أعتقد أن هذه العوامل الاقتصادية التي نناقشها هنا أكيد ستؤثر على قرارات ديسمبر أكيد سواء سيكون الخفض طوعي إلزامي سيستمر فعلا لنهاية 2025 ولا لا ولذلك ستكون هذه لحظة إعادة تقييم الوضع الاقتصادي والحيثيات لتقييم الطلب إن كان مازال قويا كما هو متوقع في 2025 أو لا يعني ممكن يتغير شيء يعني ممكن يتغير القرار من هون لديسمبر ويرجعوا يغيروا قرار الإبقاء على خفض الانتاج حتى نهاية 2025 كل شيء جائز كل شيء جائز حسب الصياق ورأينا أن أوبيك وأوبيك بلس منفتحين دائما على التغييرات في الأسواق أو المفاجآت كما نقول إذن إن كان هناك استقرار في الأسواق فهذا هدفهم وإن تحقق يستمرون في قراراتهم أما في سيناريو السلبي الذي يكون فيه شكل الاقتصاد غير مريح مثلا أكيد ربما تحدث بعض القرارات إعادة لبعض البراميل براميل النفط إلى الأسواق حتى لا يكون هناك تدمير شديد للطلب إذن من غير المرجح طبعا ولكن جائز هناك احتمال خاصة عندما نتحدث عن استقرار الأسواق والهدف الأساسي أندريا كوفاتيرو خبير الطاقة والمؤسس المشارك في إسارة شكرا جزيلا لك كنت معنا من بروكسل ترجمة نانسي قنقر